اشتركوا في القناة وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح هنا القاهرة من التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس امام عملية يوم السادس من اكتوبر سنة الثلاثة وسبعين حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اكتحام مانع قناة السويس الصهر واجتياح خط برليف المنيع واقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد ان افقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعة نصر اكتوبر تلاتة وسبعين حكاية شعب اشتركوا في القناة